من ناحية أخرى أجرى سيد وزير الخارجية سيد الوزير سامح شكري اتصال هاتفي برئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فقية طيب هذا الاتصال كان في حديث حول التطورات الجارية على الأراضي السودانية وكشف سيد سفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه معالي الوزير سامح شكري حرص على إحاطة رئيس المفوضية الافريقية بكل الجهود اللي بتبزلها مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية في إطار جامعة الدول العربية وده من خلال الدعوة بإذن الله لعقد اجتماع طارق لمجلس الجامعة على مستوى المندبين الدائمين وده علشان نشتغل كجامعة عربية أو على نزع فتيل الأزمة الراهنة في السودان استعرض معالي الوزير سامح شكري أهم ما خلص إليه الاجتماع من نتائج وتوصيات كذلك فإنه الوزير سامح شكري الحقيقة أحاط رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بكافة الاتصالات اللي بتقوم بيها مصر من أجل حث الأطراف السودانية على وقف إطلاق النار وحق ندماء الشعب السوداني ما نرى وما نتابعه هو الشعب السوداني ما يحدث من اشتباكات الشعب السوداني من تراق دماؤه هو الشعب السوداني من تزهق روحه هو الشعب السوداني عشان كده فعلا مفيش مصري لا يتمنى إلا كل الخير والأمن والسلام للسودان بعد كده الحقيقة كمان معالي الوزير سامح شكري في هذا الاتصال الحقيقة برضو أو هذا الاتصال يعني مع رئيس المفاوضة الإفريقية اتكلم على الاتصال اللي حصل مع وزير خارجية السودان السيد علي الصادق في هذا الصباح الجانبين اتفقوا على استمرار التشاور والتنسيق خلال الأيام اللي جاية لمتابعة تطورات الأزمة وجهود الاحتواء كل التمني كل الدع من قلوبنا انه السودان يستقر طيب